أم أحمد بارك الله فيها من مصر تقول بأنها يعني امرأة كبيرة وعايشة وحدها وتريد أن تعتكف في بيتها تقول لما أعتكف في البيت ويتصل أحد الأولاد ممكن أرد عليه وهل هذا يبطل الاعتكاف أم أحمد الله يبارك لك في عمرك وأسأل الله جل وعلا أن يوفقك لكل خير وأن يحسن خواتيمنا وخواتيمك وخواتيم جميع المسلمين أبشر بخير يا أخت الفاضلة من كان مع الله فمعه الفئة التي لا تغلب ومن كان مشتغلا بعبادة الله عز وجل فنعمل اشتغال أنت على خير يا أخت الفاضلة كونك لوحدك لا تعتقدين بأنك والله وحيدة غريبة فدائما الإنسان الذي دائما لسانه رطب بذكر الله قلبه يعني متحرك بذكر الله أعماله جوارحه دائما في طاعة الله والله إنه لفي أمر عظيم ولفي حالة والله ربما حرمها كثير من الناس فأبشري بخير يا أخت الفاضلة واستمري على الطاعة والعبادة واستمري على هذا اللبث في طاعة الله عز وجل الأمر الآخر ما يتعلق يا أم أحمد بارك الله فيك بالاعتكاف الاعتكاف يشترط العلماء أن يكون في مسجد بارك الله فيك ما يكون في البيت الاعتكاف يكون في المسجد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في المسجد ونساؤه اعتكفنا معه في المسجد فأنت مات يعني وجودك في البيت ومكثك في العبادة والطاعة هذا ما يسمى اعتكاف هذا يسمى مكث هذا يسمى لبث على الطاعة هذا يسمى خلوة مع الله عز وجل هذا كله شيء جميل وعظيم بارك الله فيك تقرأين القرآن وتسبحين وتستغفرين وتحمدين الله عز وجل وتصلين ويعني تذكرين الله على الدوام هذه نعمة عظيمة أخت الفاضلة لا يعني هذا الذي يعتكف أفضل منك قد يكون بعض الناس يعتكف ولا يأخذ أجر في من الناس يعتكفون في المساجد أنا شفتهم بعيني 24 ساعة نايمين ما يقوم إلا على وقت الصلاة وحيانا يجي المؤذن والإمام يقومون على الصلاة أي اعتكاف هذا بعض الناس الآن في المعتكاف بعضهم يجلس الغيبة والنميمة والقيل والقان والرغي والولوغ في أعراض المؤمنين والمؤمنين أي اعتكاف هذا ولذلك أخت الفاضلة أنت فيه أنت على خير واستمر في هذا الأمر ولو كنت مثلا تسبحين أو تهللين واتصل أحد الأولاد أو الجيران ردي عليه الحمد لله ما عليك شيء في هذا حتى لو كان اعتكاف المسجد يجوز لأن الاعتكاف المسجد الذي يبطله الخروج لغير حاجة والاشتراض مسبق وكذلك ما يتعلق بالجمع فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك استمر على هذه الطريقة واعلم بأنك على خير وأسعر الله تعالى أن يتقبل منك اشتركوا في القناة